Sprechen Sie Deutsch? Zahlen auf Deutsch الأعداد باللغة الألمانية Heute lernen wir die Zahlen von 0 bis ein Wundert اليوم سوف نقوم بتعلم الأعداد من صفر إلى مئة صفر نول نول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سخس سبعة زيبن زيبن تمانية آخت آخت تسعة نوين نوين عشرة سن سن إحدى عشرة ألف ألف أثنى عشرة تفولف 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 تلاثة عشرة دراثن 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 أربعة عشرة دراثن 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 خمسة عشرون دفنتش دفنتش واحد وعشرون أين ون دفنتش أين ون دفنتش اثنان وعشرون دزو ون دزو دزو ثلاثون دراثن 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 أربعون فيغتس فيغتس خمسون فمفتس فمفتس ستون سيختيش سيختيش سبعون زيبتس زيبتس ثمانون أختيش أختيش تيسعون نونتش نونتش مئة هندخت هندخت وإذا أردت أن تتقن الأعداد باللغة الألمانية يجب عليك أن تقوم بحفظها من صفر إلى غاية عشرون ديتسال أو دويتش الأعداد باللغة الألمانية ونقول ديتسال العدد ونقول دينوماغ دينوماغ الرقم أو العدد وهما كلمتين لنفس المعنى سالن ليزن قراءة الأعداد باللغة الألمانية أما عن كيفية قراءة الأعداد باللغة الألمانية فإنها تقرأ كالتالي لاحظ معي جيداً أي أنها تقرأ تماماً مثل اللغة العربية من اليمين إلى اليسار يعني مثلاً الرقم عشرون يقرأ بزفانتسيش ورقم ثلاثة يقرأ دغاي إذن فالرقم ثلاثة وعشرون هو نتيجة لجامع عشرون زائد ثلاثة إذن نقول دغاي أند وتعني و دغاي أندزفانتسيش يعني ثلاثة وعشرون أما إذا أردت أن تقول مثلاً سبعة وعشرون فتقول أما بالنسبة لبقية الأعداد مثلاً إذا أردت أن تقول سبعة وسبعون فسوف تقول ما يلي سبعون هي زبتسيش وسبعة هي زبن إذن تقول زبن وند زبتسيش سبعة وسبعون أما عن الاستعمالات الكثيرة للأعداد فإننا نستعملها دائماً في حياتنا اليومية وفي أي لغة لذلك عندما تريد أن تكتب مثلاً تاريخ نهار اليوم فإنك تقوم باستعمال الأرقام والأعداد إذن تقول مثلاً اليوم هو الثالث عشر من شهر جنفي دغايتسين يانوار كما نستعملها أيضاً لحساب الأشياء فنقول مثلاً لدينا تسعة منازل نوين حوزر داس بوخ هات فيغون دخت فمفتسيش زايتن هذا الكتاب يحتوي على أربعمائة وخمسة وعشرون صفحة داس بوخ هات فيغون دخت فمفتسيش زايتن كما يمكن أن تستعمل الأرقام من أجلي التعريف بعمرك فتقول مثلاً اش بن تزوائي ونزبتسيش ياخ آلت أنا أبلغ من العمر اثناني وسبعون سنة اش بن تزوائي ونزبتسيش ياخ آلت نحن ستة أطفال نحن ستة أطفال ونزي شبخاشن دان ديتزال هندر تسيخس او در اين هندر تسيخس يمكن لهذا العدد أن يقرأ على طريقتين في اللغة الألمانية ويمكن لك أن تذكر رقم واحد كما يمكن لك أن تستغني عنها وبذلك تكون قد قرأت العدد بشكل صحيح فتقول مثلاً اين هندر تسيخس او هندر تسيخس فلنحاول قراءة هذا العدد مع بعضنا البعض الفين وتسعة مئة وستة وسبعون فنقول باللغة الألمانية سوائي تاوزند نوين هندر تسيخس ونزبتسيش فلنكرر قراءته معاً سوائي تاوزند نوين هندر تسيخس ونزبتسيش وهذه هي قائمة الأعداد باللغة الألمانية والتي يجب حفظها عن ظهر قلب لكي تتمكن منها جيداً إذن نقول كما نستعمل الأرقام للدلالة أو لإخباري عن رقم هاتفنا سنقول باللغة الألمانية ما هو رقم هاتفك؟ ما هو رقم هاتفك؟ ما هو رقم هاتفك؟ فتقول رقم هاتفي هو كالتالي وتقدم رقم هاتفك اعتماداً على الأعداد والأرقام التي قمنا برؤيتها معاً منذ قليل فلنتدرب معاً على قراءة هذين العددين واحد وعشرون واثنان وعشرون أين ونزبتسيش اثنان وعشرون تزواي ونزبتسيش حيث نقوم دائماً بالاحتفاظ بالرقم عشرون على حدة ولكن الرقم الذي يتغير دائماً هو رقم الوحدات ابتداء من الصفر إلى غاية تسعة الأعداد باللغة الألمانية فلتلعب هذه اللعبة وتقم باختيار رقماً من الصفر إلى غاية مئة وقم بقراءته كتمرين لك ما هذا الرقم؟ هذا الرقم هو إثنان وتسعون جيد ما هذا الرقم؟ هذا الرقم هو مئة أحسنتي هذا الرقم هو إثنان وتسعون سعج دي تسالن على دويتش 1 und 50 نعم هذا هو الرقم واحد وخمسون أحسنتي أخبريني ما هذا الرقم؟ سعج دي تسالن على دويتش هذا الرقم هو إثنان وتسعون جيداً هذا الرقم 88 هذا الرقم 88 باللغة الألمانية أحسنتي أبنئن سي على مينام وإش برد أفرقك أبنئن إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر